لعدة عقود والأمم المتحدة التي كان العراق عضواً مؤسساً لها لم تقدم له شيئاً يصب في مصلحة شعبه ويليق بدوره الإقليمي والدولي فمنذ الأعوام التي سبقت غزو العراق أخذت دور الأممي موقف المتواطئ والمحرط في بعض الأحيان على غزو العراق وشارك في رسم القرارات التي تسببت بالويلات الاقتصادية والاجتماعية للعراقيين حتى أنشأت الأمم المتحدة بحثة يونامي بان الغزو الأمريكي والتي من المفترض أن تكون الهيئة الدولية المراقبة لأداء العملية السياسية الجديدة ونقل التقارير عن تجاوزاتها وأخطائها وانتهاكاتها إلا أن دور هذه البعثة منذ تأسيسها تمحورا حول شرعانة هذه العملية السياسية والترويج لها دولياً والتغطية على فشلها وانتهاكات قواها العسكرية وجرائم الميليشيات المرتبطة بها دور بحثة يونامي بدأ بالظهور والمؤثر بقوة على الساحة السياسية والأمنية في الفترات التي أعقبت أحداث الحرب مع تنظيم داعش وبرزت المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت كلاعب أساسي مشارك في رسم السياسة الداخلية وتنظيم العلاقة بين الكتل الحاكمة والمجتمع الدولي من خلال علاقاتها الواسعة مع زعماء الميليشيات والكتل جنين بلاسخارت ترسخت في الذاكرة العراقية أثناء تظاهرات ثورة تشرين كأداة داعمة لآلة قمع المتظاهرين من خلال اصطفافها مع زعماء الميليشيات والوقوف بصفهم ضد إرادة الشعب العراقي حيث سكتت عن المجازر التي ارتكبت ضد المتظاهرين أو أنها تبنت الرواية الحكومية بنسبة هذه الجرائم للطرف الثالث ولم تترك المبعوثة الأممية فرصة إلا واستغلتها لتلميع صورة الأحزاب في الأروقة الدولية حتى وهي تنتقد الأداء الحكومي تبعث برسائل إمكانية إصلاح العملية السياسية وتجاوز أخطائها من خلال ذات الأحزاب الحاكمة واقع أمامي حول الأمم المتحدة إلى شريك أساسي للأحزاب في التدمير الممنهج للدولة العراقية عبر تعييد ضرب العراق تارة والسكوت على ما يجري فيه من فساد ونهب ممنهج لثروات البلاد تارة أخرى اشتركوا في القناة